بكب درع شمال طنطان المغربية جرت تمارين ختامي أمام وفد عسكري مغربي وأمريكي ومن البلدان المشاركة بهدف التأكيد على أهمية تمرين الأسد الإفريقي الذي سخر هذه السنة مجموعة متكاملة من القدرات بهدف ترسيخ تعاون بين الدول المشاركة وتحسين القدرة على تنفيذ المهام في الميدان خصوصا مع مشاركة ثمانية آلاف عنصر ما بين امرأة ورجل بما في ذلك أكثر من 2700 عنصر من الولايات المتحدة ومن جنسيات أخرى هي تونس السنغال المملكة المتحدة هولندا إيطاليا وكذا منظمة حلف شمال الأطلسي يعد هذه التمرين مرحلة خاصة لتقييم قدرات القتالية لكل الطرفين تبادل الخبرة وتعزيز الشراكة السراتيجية بين القوات الأمريكية والقوات المسلحة الملكية بـ 12 نشاطا شمل مختلف التخصصات ودورات تدريبية أكاديمية وتطبيقية تألقت هذه النسخة من تمارين الأسد الإفريقي عبر دروس ركزت على صقل المهارات ورفع الكفاءة في تقنيات الاستعلام والاستخبارات والشق القانوني في العمليات وتقنيات التواصل والإعلام والصحافة والأمن السيبراني والتمكن من التقنيات الدقيقة لتمرس على استقبال وفرز اللاجئين والنهج المتبعي من الجانب الأمريكي لتخطيط العملياتي لقد كانت هذه النسخة من بين أنجح النسخة السبع عشرة لتمرين الأسد الإفريقي التي قمنا بها ونحن نتطلع بقوة لنسخة 22 وألفين نظمت باقتراح من المغرب مائدة مستديرة لتبادل الخبرات والتجربة في إطار مشاركة القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة الأمريكية في مكافحة فيروس كورونا وإلى جانب مختلف العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية تم تقديم خدمات طبية عبر نشر مستشفى طبي جراحي ميداني عسكري للقوات المسلحة الملكية من أجل تقديم خدمات طبية لفائدة ساكنة منطقة أملن بتفراوت مع توزيع الدواء مجانا وعلى ضوء الأهدف التي تم تحقيقها تعتبر نسخة 2021 من الأسد الإفريقي ناجحة بكل المقاييس وستشكل بكل تأكيد قاعدة يمكن الاعتماد عليها من أجل التخطيط وبرمجة النسخة المقبلة